جريدة عبر.com السلام عليكم خاص جدا العثماني يتلقى الضوء الأخضر لمباشرة تعديل حكومي علماء من مصادر خاصة أن سعد الدين عثماني رئيس الحكومة المغربية تلقى الضوء الأخضر لإجراء تعديل حكومي طال انتظاره من قبل المواطنين خاصة بعد توالي فضائح الوزراء وقلة خبرة البعض منهم ومردودية البعض الآخر ناهكة عن الكضاضة وكثرة كتاب الدولة في الحكومة الحالية وقالت ذات المصادر المتحدثة خصيصا إلى جريدة عبر.com أن العثماني وعكس ما صرح به إعلاميا عليه أن يقدم لائحة الغزراء المرشحون لتولي حقيبتي الدولة وحقوق الإنسان مكان مصطفى الرميد الذي زاغت به تدخلاته وتدويناته عن الحياد والواجب الذي يفرضه عليه منصبه الوزاري ووزارة التشغيل والتكوين المهني التي أبان فيها محمد يتم عن سوء سير وقلة كفاءة غير مسبوقة في قطاع حكومي حساس كهذا غير أنه من المنتظر أن يتوسع ذات التعديل الحكومي ليشمل وزراء آخرين نزولا عند رغبة جهات عليا وخاصة أحزاب التحالف الحكومي حيث أن بعض الوزراء مغضوب عليهم نتيجة سوء سير طال قطاعاتهم والبعض الآخر أثبت عدم أهليته بالمنصب الحكومي على غرار وزراء العدالة والتنمية وبخصص المغادرين لسفينة الحكومة يتم حاليا تداول أسماء كل من الغراس وابن عبد القادر وبطالب ومصلي وبعيدة وأحلي وبستة والفردوس وسط حديث عن رحيل أنس الدكالي الذي يعتبر رحيله مطلبا شعبيا على رأس وزارة الصحة وأمزاز كذلك ومثال وقد تم تداول أسماء الثناء الأخير في مجموعة من استقراءات الأراء بالإضافة إلى اسم عزيز أخ النوش الذي طالب المغاربة برحيله لكن الأخير يبدو مستبعدا نظرا لقوة يتوفر عليها ويستعصي على المغاربة فهمها شكرا على إصغائكم جريدة عبر قوانكوم اشتركوا في القناة